البحث عن لقاح لفيروس كورونا بدأ في خدون ساعات من مشاركة الصين للتسلسل الجيني للفيروس العلماء حول العالم يتنفسون في وقتنا الحالي لتطوير لقاح للفيروس لدرجة أن بعضهم يقول أنه خلال ثلاثة أشهر قد يستطيعون البدء بالاختبارات البشرية منظمة الصحة العالمية تتابع تطورات البحث في اللقاح الجارية في عدد من المنشآت المختبرية حيث يستخدم العلماء طرقا مبتكرة للخروج بلقاح في وقت قياسي التحالف من أجل اتكارات التأهب للأوبئة يجري اختبارات تستخدم تسلسل الحمد النووي من الفيروس لاستهداف بعض العوامل المسببة للمرض ثم يستخدم خلايا المريض لتصبح مصنعا للقاح ما يعزز آليات الاستجابة الطبيعية للجسم دون أن يسبب بالمرض أما في أمريكا قام العلماء بتلقيح نبات التبخ بفيروس كورونا معدل جينيا ليستوفر فكرة من لقاح الإنفلونزا المصنع من النباتات ابتكارات عدة تطمح للفوز بالسباق ضد الكورونا وفي كل الحالات لن يخرج لقاح يستطيع البشر استخدامه قبل مروره خلال مراحل اختبارية مختلفة تضمن سلامة المرضى تستمر المساعي من أجل إيجاد ترياق لفيروس كورونا الفتاك وها هي شركة أمريكية جديدة تظهر على الساحة لتعلن إيجاد علاج للوباء شركة غريفيكس للهندسة الوراثية بتكساس تؤكد أنها انتهت من تطوير لقاح لكورونا وسيبدأ العلماء في اختبار العلاج الجديد على الحيوانات قبل الانتقال إلى الإنسان كلفة إنتاج هذا اللقاح بلغت ما يقارب 19 مليون دولار حصلت عليها غريفيكس من المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض الماضية وكان الهدف من استثمار هذا المبلغ تطوير الشركة لأدوية تساعد على مكافحة التهديدات الماضية وإذا ما تمت الموافقة على اعتماد اللقاح الجديد فستعمل الشركة على توزيع الدواء على باقي الدول بالمجان بصيص أمل جديد في الوقت الذي تسارع فيه مختبرات العالم لإنتاج لقاح كفيل بوضع حد لكورونا لكن من دون نتيجة تذكر حتى الآن إذ سبق وأعلنت السلطات الصينية أنها ستجرب لقاحا جديدا ضد الفيروس في أواخر الشهر المقبل بدوره شرع أحد المختبرات البريطانية في الإنتاج التجاري لمولدات مضادات جديدة لمعالجة الوباء ومن جهتهم يأمل الباحثون بشامعة إمبيريال كوليج بلندن التوصل لمصل مضاد للفيروس بحلول نهاية العام الحالي كلها اختبارات ومحاولات تتطلب وقتا طويلا وموارد ضخمة مما يزيد المخاوف من أن تطول المعركة ضد كورونا إلى أمد غير معروف ويستمر المرض في غضون ذلك بتكبيد العالم خسائر لا تحصى اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة